اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين شركة دوغاز بروم تخفض امدادات الغاز عبر اوكرانيا الى اوروبا والغاز الامريكي عند اعلى مستوى منذ عام 2008 لندن تلغي الاعتراف ببورصة موسكو ونيوزيلندا تفرض عقوبات على المركزي الروسي مقتل متظاهر خلال احتجاجات عمت سيرلانكا على ارتفاع التضخم الى مستوى قياسية وتشكيلة حكومية جديدة للتفاوض مع صندوق النغض الدولي اهلا بكم ترجعت شحنات الغاز الروسي الى اوروبا عبر اوكرانيا حيث اعلنت سلوفاكيا تراجع الامدادات على نحو كبير في وقت استمرت فيه التضفقات الى المانيا عبر نوردستريم ثابتة وجرى رفع الامدادات الى بولندا عبر خط يامال وعلى الرغم من تراجع الامداد عبر الانبيب التي تمر في الاراضي الاوكرانية اعلنت جاسبروم انها تزود الدول الاوروبية بالغاز عبر اوكرانيا وفق الاتفاقيات وطلبيات المستهلكين تراجعت اسعار الغاز الطبعي في الولايات المتحدة عند اعلى مستوى منذ عام 2008 وجرى تدولها عند 7 دولارات و82 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انخفاضا من 8 دولارات يوم امس وعلى مدار العام ارتفعت اسعار الغاز في الولايات المتحدة بنسبة 108% ما يزيد المخاوف من زيادة التضخم علما ان الولايات المتحدة ترسل بكميات قياسية من الغاز المسال الى اوروبا الامر الذي يرفع الاسعار استهدفت نيزيلندا 18 مؤسسة مالية واقتصادية روسية بالعقوبات معلنة ان العقوبات الجديدة تأتي ردا على مواصفته بوحشية القوات الروسية وتشمل العقوبات البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي اضافة الى ثلاث هيئات مالية رئيسية وثمانية مصارف روسية بالعقوبات وسبع شركات تقدم خدمات لوجستية الغت هيئة الضرائب في المملكة المتحدة الاعتراف ببرصة موسكو وذلك وفق بيان صادر عن الحكومة البريطانية البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة اشار الى ان الغاء الاعتراف بالبرصة الروسية سيحد من قدرتها على سداد مستحقات ضربية وجمركية للشركات الروسية ويحرمها من الاعفاءات المالية في المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي الفيرا نابيولينا بان البنك المركزي الروسي يستعد لرفع دعوة قضائية لنقض قرار الغرب بتجميد جزء من احتياطات روسيا الدولية وقالت في كلمة امام مجلس النواب الروسي الدومة انه تجميد غير مسبوق لاحتياطيات الذهب والعملات الاجتبية وان روسيا ستتحرك امام القضاء يذكر ان احتياطات روسيا المجمدة تقدر ب300 مليار دولار رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان انخفاض مستويات المعيشة في الدول الاوروبية وتراجع قيمة المدخرات هما نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا ولم ينفي التأثير السلبية لهذه العقوبات على اقتصاد بلاده لكنه اكد ان الحكومة نجحت في ادارة الازمة وخلال اجتماع حكومي شدد بوتين على ان ارتفاع التضخم والبطالة وتردي الديناميات الاقتصادية في الولايات المتحدة واوروبا تمثل ارتدادا للعقوبات التي فرضت على موسكو واوعز بوتين للحكومة الروسية بتسريع الانتقال في التعاملات التجارية الى العملة الروسية والعملات المحلية للدول الصديقة مع استمرار المخاوف من تداعيات الحرب في اوكرانيا على الامدادات العالمية استمرت اسعار النفط والمعادن في الارتفاع الى اعلى مستوياتها منذ اكثر من شهر وارتفع سعر الذهب الى اكثر من 2000 دولار للانصة قبل ان يعود وينخفض قليلا الى 1980 دولار اما اسعار النفط فارتفعت بنسبة 1% الى 114 دولار لبرميل بريند ثم انخفض الى 109 دولارات بينما يحوم سعر الخامل الامريكي نحو 106 دولارات للبرميل رأى نائب وزير الخزانة الامريكية ان سياسة العقوبات لن تقود دورة دولار الامريكي بين العمولات المعالمية ولفت الى ان روسيا مازالت تنفذ 80% من تعاملاتها المالية بالدولار وقال خلال نادوة في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي ان الدولار سيبقى العملة المهيمنة في العالم برغم ان العقوبات تدفع الناس الى التفكير في كيفية الالتفاف عليها واضاف ان من الضرر فرض العقوبات بالتنصيق مع الحلفاء والاقتصادات الكبرى اكد رئيس مركز ادارة الدفاع الروسي ميخايل مزانتساف ان كيف تحتجز 76 سفينة من 18 دولة في الموانئ البحرية لاوكرانيا مزانتساف حذر من ان كيف تنشر الالغام في مياهها الداخلية والاقليمية ما يحول دون ابحار السفن لافتا الى ان كيف ترفض التواصل مع ممثلي الدول والشركات لضمان الخروج الامن للسفن التجارية الاجنبية صياغة الفضة حرفة غزتها المكننة وابو سليمان اخر الصامدين من المهنة في قلب العاصمة اللبنانية بيروت حسن الرفاع والتفاصيل بين الابنية التي تطل على شارع النوير وسوق الصاغة في العاصمة تعيد هذه البوابة الصغيرة العابرة منها بالذاكرة الى بيوت بيروت العطيقة هنا ايضا منزل ارضي حول صاحبه باحته الصغيرة الى مشغل صوغ الفضة مهنة حصرها التطور حتى باتت بندرة معدنها ومن صورة معلقة على احد جدران المشغل لطفل في احد اسواق بيروت القديمة هيدا انا اول ما نزلت عز السياغين كان عمري 11 سنة نزلت اشتغال التحت بالستينات عز بيروت وقت كانت بيروت شغلية عبيتها عبدتها بعد نفية على الاخير توقف تقال لي يخد منتو ابو سليمان اصبح مقصدا لمن تجذبه المهنة فيتعلم منه الشغفة قبل الحرفة لانه تعلمت اني وصغير وحبيتها وعالايد بتحس بكبيرونة القطعة بقيمتها يعني انت بتشتغلها بفن طريقة حلوة وأجمل لبرهة يصمت الرجل أمام سؤال عن أبرز من صاغ لهم كحبوب فضة يطراقص التأثر في عينيه ويرفض الحديث بداية موسيقى اجي ما بيني لك سويت اطاع صورة العاصفة لاجي بالتعرير الفلسطيني لياسر عرفت وقدمت له هو آخر كبار الحرفيين الذين زرعوا في أولادهم ومن شاء شغف هذه الحرفة وأسرارها في أزقة بيروت العطيقة تختبئ الحرف الموروثة أبا عن جد يصر العاملون فيها على نقلها إلى الأجيال الجديدة لعلها تنعش بيروت فتعود منارة للشرق حسان الرفاعي بيروت الميادين أعلنت المؤسسة الليبية للنفط حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بعدما أعلنتها في حقل الفيل وميناء الزويتانية المؤسسة قالت إن مجموعة من الأفراد منع المستخدمين في الحقل من الدخول إليه الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج ما جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرا مستحيلا مشيرة إلى أن خام الشرارة هو المزود الرئيسي لمصفات الزاوية التي تغذي بدورها السوق الليبية بالمحروقات قتل متظاهر على الأقل في سرلانكا خلال التحركات الاحتجاجية الرافضة لترد الأوضاع المعاشية وزيادة أسعار الوقود والغذاء والدواء وانقطاع الطيار الكهربائي ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الجمهورية وشقيقه رئيس الحكومة التي أقرت يوم أمس أكبر زيادة في أسعار الوقود وارتفع سعر الديزل بنسبة 64% والبنزين بنسبة 33% في وقت يواجه فيها المواطنون تراجعا سريعا في القدرة الشرائية بسبب انهيار سعر الصرف هذا وأعلن الرئيس سرلانكا عن تشكيلة حكومية جديدة تتألف من 21 وزيرا مستبعدا منها جزءا من أقاربه قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي وفيما تشهد البلاد أزمة اقتصادية كبيرة تستمر الإحتجاجات أمام مكتب الرئيس اليوم الحادي عشر على التوالي حيث أقام المتظاهرون مخيما مطالبين الرئيس بالاستقالة وفي خطاب للرئيس أمام الحكومة الجديدة أقر بأنه كان ينبغي التوجه إلى صندوق النقد الدولي منذ فترة أكثر من 115 مليون دولار تحتاج منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لمساعدة المزارعين الأوكرانيين للاستمرار في إنتاجهم والحفاظ على الأمن الغذائي وتماشيا مع النداء المشترك الذي أتقه عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة رفعت منظمة فاو المبلغ الذي حددته مطلع العام بأكثر من الضعف بعدما تبين أن نحو ثلاثمائة وسمين ألف أسرة تعتاش من الزراعة وتتوقع المنظمة عدم حصاد ثلث المحاصيل والأراضي الزراعية حتى نهاية العام الحالي بسبب نقص اليد العاملة والاضطرابات الأمنية خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي العالمي من أربعة في المائة إلى ثلاثة في ظل الأزمات المتلاحقة والعقوبات الغربية على روسيا مؤكدا أن تضخم الأسعار يفاقم أزمة عدم المساواة والفقر وخلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أعلن البنك عن برنامج لتمويل الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليون دولار مع تخصيص 50 مليار للاستخدام في الأشهر الثلاثة المقبلة هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكو لكم حسنا المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر